بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنكون مع مادة هندس صحية موضوع Hydraulic Analysis of Pipe Network مبادرة مهندس عربي مبدع سنستخدم طريقة Hard Cross Method لإيجاد مقدار واتجاه الفلو في كل بايد من الشبكة طبعا طريقة Hard Cross Method ما بتعطينا الإجابة بالضبط ولكن بتعتمد على عدد المحاولات اللي بنحل فيها كل ما زاد عدد المحاولات نقترب من الإجابة بشكل أكبر يعني زي Numeral Method لبروسيجر لهذه الطريقة أولا نفرض مقدار واتجاه الفلو في كل في الشبكة بشرط أن يحقق معادلة الاستمرارية اللي هي Continuity Equation بشرط أن يحقق معادلة الاستمرارية شو هي معادلة الاستمرارية مجموع الفلو اللي داخل يساوي مجموع الفلو الخارج زي الدارات الكهربائية وقانون كيرتشوف مجموع تيارات الداخل يساوي مجموع تيارات الخارجة نفرض عنا مجموعة من الأنابيب على شكل شبكة معينة بسيطة وهي الشبكة بيجيها فلو بمقدار 200 لتر لكل ثانية هس احنا كيف بنا نوزع 200 لتر لكل ثانية على أنابيب الشبكة بتوزع مقدارا واتجاها زي ما بدك بس زي ما حكينا بشرط أن يحقق على كل جنكشن الجنكشن اللي هي أو النود الوصلة بين كل بايب وبيب مقدار الفلو الداخل يساوي مقدار الفلو الخارج عنا هون 200 لتر في الثانية بنوزعنا على البايبات اللي هون واحد بأخذ 100 لتر والتاني بأخذ 100 لتر بنيجي لهون المية على هاي الجنكشن بطلع منها هون 50 وهون 50 بنيجي على هاي النود داخل عليها 100 وداخل عليها 50 شو بدي يطلع منها؟ معانا 150 بطلع مثلا من هون 50 وعلى هاي البايب 100 مية ومية وخمسين ومية وخمسين لتر لكل ثانية هيك طريقة التوزيع هذا الفلو احنا بنفرضه بعدين راح نستخدم قانون Delta Q الCorrection Flow لإيجاد الفلو الحقيقي في كل بايب من الشبكة وقف الخطوة الثانية لازم نوجد مقدار الهيدلوس طبعا احنا بنعرف مقدار الهيدلوس في معادلتين رئيسيات لإيجاده أول معادلة دارسي واسباخ اللي هي تساوي F في L على D في V على 2G طبعا بنعوض بدللة V Q على A V تساوي Q على A فتصبح المعادلة عندنا F L على D Q سكوير طبعا سكوير حسا لسهولة الحل نحط الهيدلوس شو يساوي K Q سكوير ايش هي مقدار الهيدلوس مقدار الهيدلوس كل المتغيرات في المعادلة معادل Q يعني احنا عنا مقدار الهيدلوس شو يساوي L على D في واحد على 2G A سكوير في F هاي اول معادلة المعادلة التانية اللي هي هايزن ويليام equation طبعا هاي المعادلة بس تستخدم للووتر دارثي واسبخ تستخدم لأي فلود أي سائل وأي غاز هايزن ويليام equation نستخدمها للماء وهي معادلة empirical يعني أوجدوا هاي المعادلة بعد تجارب عملية في المختبر أما معادلة دارثي واسبخ بعد اشتقاق رياضي زي معادلات الكونكريت اللي هي empirical بعد تجارب كسر الكونكريت بنوجد هاي المعادلة وليس اشتقاق رياضي هيدلوس شو يساوي عشرة ستة خمسة في كيو سي واحد تمانية خمسة في دياميتر ماينس أربعة فاصلة تمانية سبعة في اللينكث برضو هون هيدلوس يساوي كي في كيو واحد فاصلة تمانية خمسة الكي زي ما حكينا كل المتغيرات معادة الكيو طبعا الكي هون شو تساوي عشرة فاصلة ستة خمسة في دياميتر ماينس أربعة فاصلة تمانية سبعة في اللينكث على سي اللي هي كو اوفيشنت للباور واحد فاصلة تمانية خمسة إذا احنا أصبح عنا الهيدلوس إلو معادلتين تارسي مقدارها كي كيو للباور اثنين وهيزن كي كيو للباور واحد فاصلة تمانية خمسة